اشتركوا في القناة وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحيح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم يصل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني أغدا عني واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في غزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تفتنيني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجوب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفاخ اللهم يصل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها ولا تحدثني عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلتان باطنتان عند نفسي بقدرها اللهم يصل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاغبضني إلي قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا افتدى قصلتان تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبتان أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومتان فينا قصتان إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضتي أهل الشنال المحبة ومن حسدي أهل البغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح الثقاء ومن عداوة الأدنين الولاياء ومن عقوق ذو الأرحام المبرى ومن خذلان الأقربين النصرى ومن حب المدارين تصحيح المقاه ومن رد الملابسين كرم العشرى ومن مرارتي خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وضفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعتي من سددني ومتابعتي من أرشدني اللهم يصل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبير وأثيب من حرمني بالبير وأكافي من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنى وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين والبسني دينة المتقين في بسط العادل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضمي أهل الفرقاء وإصلاحي ذات البين وإكشاء العارفة وستر العائبة وليين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقاء والسبق إلى الفضيلة وإفار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقولي بالحق وإن عاز واستقلاء للخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكفار الشر وإن قلى من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفضي أهل البداح ومستعمل الرعي المخترح اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك عليّ إذا كبرت وأقوى قوتك فيّ إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرضي لخلافي محبتك ولا مجامعتي من تفرق عنك ولا مفارغتي من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة لغيرك إذا افترر ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقار ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهد فاستحق بذلك خبلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحساد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظتي فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتيا بمؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك واغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمنلك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على الغبض مني ولا أظلمن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفات وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتاق وبفضلك وثيق وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ولا في عملي ما أجد حق بعفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك وصل على محمد وآله وتفضل علي أجد اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أذكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يخلصها لا يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها فاللهم أنت عدتي حزين وأنت منتجعي الحرين وبك استغافتي انكرت وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجداء وقبل الضلال بالرشاد واكفني معونة معروة العباد وهب لي أمنى يوم المعاد المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وعاله وادرع عني بنطفه وأخذني بنعمتك بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك بصنعك وأضلني في ذراء وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا اتشابت الأعمال لأسكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وعاله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاد هدايا وهب لي صدقا هدايا ولا تفتني بالسعاء وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كالدان كالداء صدقا ترد دعائي علي رداء فإني لا أجعل لك ضداء ولا أدعو معك النداء اللهم صل على محمد وعاله وامنعني من السرف وحصل رزقي من التلف محمد ووفق ملكتي بالبركة فيه وأصب سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيه اللهم اللهم وصل على محمد وعاله واكفني معونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل أسر تبعات المكساب اللهم فاطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني في عزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وعاله وصل وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك خلقك فأفتتنا بحمد من أعطاني وأبتلى بذمي من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وعاله وارزقني صحة في عباده وفراد في زهاده وعلمان في استعمال وورعان في إجمال وورعان اللهم اختب بعفوك أجلي وحق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى طلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلاء المهلاء وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبلا وأنت مصل على أحد بعد بعد وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين